بطلب مني في إطار المشاورات مقابلة الرئيس ولب طلبي وهو مشكور حظيت بهذا الاستقبال ناشقنا ناقشنا فيه مواضع مجمل مواضع التي تهم الراهن المحلي والدولي كما لمست في سيادة الرئيس عبد المجيد تبون القاضي الأول للبلد النصائح المفيدة لخدمة هذا الوطن ولمشم كل المناظرين في جبهة التحرير الوطنية ومن خلالهم كل المحبين وتقويت الجبهة الداخلية والذهاب بهذا الحزب إلى وثبة نوعية من الإطارات والكفاءات العلمية لتخوذ المشعل في المستقبل كذلك نحن في جبهة التحرير الوطني برنامجنا يتقاطع مع برنامج السيد الرئيس الجمهورية ولهذا ندعم هذا البرنامج ويكون ما أتينا من قوة لأنه برنامج يشجع الشباب والرئيس في حد ذاته أعطى أهمية كبيرة للشباب والشابات فيما يخص إنشاء المؤسسات الناشئة ورفع قدرة معيشية للمواطن ومنحة البطالة ورفع الأجور هذه كلها تصب في برنامج يتقاطع مع برنامج جبهة التحرير الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر